مراقبون يرون بأن الأوضاع الحالية فيما يتعلق بهذا الملف ملف الكهرباء ستؤدي لتأجيج الشارع، إحداث بلبلة، توتير الأوضاع وما إلى ذلك هل تتوقع عودة التظاهرات الشعبية إذن في حال استمرار الأزمة على الوضع الذي هي عليه الآن؟ الأكبر دليل عاشوراء، لو تلاحظون بعاشوراء الزائرين، الهتافات مالتهم كانت كلها ضد المنظومة السياسية بجميع المنظومة السياسية، حتى بعضهم رفعوا الشعارات ممنوع دخول السياسيين إلى حسينياتهم أو إلى خيامهم أو إلى مواكبهم الاستياء الشعبي واصل مرحلة أعلى ما يمكن وانتوا تلاحظون كل تظاهرات تكون في نقص الخدمات، غالباً ما تكون الشرارة التي تأجيج المجتمع هي من تكون من نقص الخدمات أو سوء الخدمات فحالياً بعدما صارت هذه الموضوع الكهرباء وأدت إلى انقطاع المياه وأدت إلى تردي خدمات المستشفيات أدت إلى تردي في الصرف الصحي هذا الكهرباء عصب الحياة رح يشل فقرات كثيرة من حياة الإنسان العراقي هو بالأصل عليه مشاكل ضغوط نفسية وضغوط اجتماعية وضغوط مادية رح ينفجر في يوم من الأيام والله يستره من الانفجار لا يأخذ يودينا إلى مراحل لا تحمد أقباها اشتركوا في القناة